موسيقى يغني البحر أغنية جميلة تمجد أجيالنا العريقة تخلد سيرة أبطالنا المجيدة بشجاعة سلطرها بطل البحار ترشي تمشي تهز الأرض لا تخشى مكرا الأعداء في البحر كسبت الجولات وفوق الأرض لك صولات هيا إلى الأمام يا بطل المقدام شنج يا بطل البحار يا حامي الأرض والدار تمضي بحزم وإصرار وتهزم القراصنة شونج 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 في الحلقة الماضية وبعد صيد بعض الأسماك اكتشفت أيا صدفة خطة كويي الشريرة ووقعت في الأسر وفي تلك الأثناء واجهت شونج المخادعة يو تياو في مباراة اختيار آخر المتنافسين الأربعة وأثناء القتال أطلق على شونج دخانا مخدرا أضعف بصره لا أرى شيئاً تظن أنك تستطيع أن تهزمني؟ لا يمكنك ذلك إنه وغد أيها الحكم احرم هذا الماكر يو من المسابقة نعم أطرد ذلك الوغد يو من المسابقة يجب أن تعتمد المباراة على الشرف والعدالة المحارب الحقيقي لا يستخدم خدعاً قدر كهذا عذراً أميرتي أرجوك أن تهدئي حتى لا تكشف شخصيتك أنصحك بالجلوس في مخصورة الضيوف سيد لونغ لقد وقع ابنك ضحية خدعة لماذا توجه اهتمامك لي؟ أنا أمرك بإقاف ذلك المخادع يو وإبعاده من هنا على الفور لا أستطيع فعل هذا الآن لماذا؟ أتعرف شيئاً أنت لم تعجبني ما زلت أذكر فيما مضى عندما اخترت الطريق الأقصر من تظن نفسك؟ أنا أقرر اختيار الطريق اختيار الطريق الأقصر بمثل هذه المهارة القليلة؟ لماذا لا تستسلم الآن أيها الصغير؟ تشونك بوني إن لم تتمكن من الفوز في هذه المباراة فلن تتمكن أبداً من أن تصبح بحاراً في الأسطول البحري أحسنتنا أحسنتنا إلى متى ستستطيع الاستمرار؟ لا استسلم حالاً يا تشونك وهكذا لن تتأذى تشونك ابقى في مكانك أم يا تشونك هيا هل سأخسر هذه المرة؟ إنه حقاً أحمق تشونك يمكنك أن تنجح انهض الآن هيا 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 يا هون هيا أنت من سينقذ تعيواً وتنتقم لوالدي آيا صحيح؟ لا يمكنك إذن الاستسلام بسهولة لديك رأس عميل لنرى كم مرة يمكنك أن تعود فيها للوقوع اختار طريقي وحدي سأهزمك شر هزيمة مقد كنت مخبوضاً حينها لكن الحظ لن أحادي بك هذه المرة هذا مستحيل كيف تمكن من صد هجومي إن كان لا يستطيع أن يرى شيئاً؟ شونك لقد كان هذا رائعاً يمكنني أن أشعر بهجماتك قبل أن تصل إليا يا يو هل تعتقد أنك تستطيع أن تهزمني وأنت مغمض العينين؟ شونك كن حذراً حسناً يبدو أنك ما زلت غير قادر على هزيمتي ربما ليس بعد لأن هزيمة مهرج مثلك أثناء قتال بعينين مغلقتين سيكون مرضياً تماماً المزيد من التهديدات الفارغة منك لنرى إن كنت تستطيع التغلب على مرواعتي والآن هل هذا كل ما لا دعيك؟ هيا لقد كان الكل يسخر مني منذ أن كنت صغيراً لا أكترث إن كنت أستخدم خدعاً قدرة سأصبح شخصاً مهماً أنت مخطئ يمكنك فقط الفوز من خلال الشرف والعدالة حينها ستحظى بالاحترام أسر مثلك لا يحق له أن يتحدث عن الاحترام إن وقع تشونغ من الحلبة عندها سأقطع يو إلى أي تقطعه وسترى لا تقلق يا تشو أنا واثق من أن تشونغ لن يقع عن الحلبة تشونغ ليس لديك مكان آخر لذا استسلم لقد انتهى أمرك كلياً الأسلوب السري قبطة الظل أنا تشونغ وأمثالك لا يمكن هزيمتي أبداً تذكر هذا هذا يكفي أبي هل تستطيع أن ترى بوضوح؟ نعم احرص على أن تغسل عينيك جيداً لم أحرج عائلتنا صحيح؟ معرفة أن تافهاً كيو يمكنه أن يضعك في ظروف كهذه محرج جداً لو لم يستخدم يو أسلوبه القذر لكان بإمكان تشونغ أن يهزمه بكل سهولة من خلال أدائك استطعت بالكاد أن تفوز أحسنت يا تشونغ ماذا؟ أليس لديك كلمة مديحة لابنك؟ بالكاد نجحت هذا وحده مديح كاف بالنسبة لي أنا سعيد جداً شونغ أبن وابن غريبان بالفعل الفائز في هذه المباراة هو تشونغ مرحباً 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 أهنيوك يا تشونغ أنت تزداد قوة أكثر فأكثر ألم أخبرك من قبل أيها العم لقد ولدت مقاتلاً وشجاعاً أنت لا يمكنك أن تضرب أحداً بركلة طائرة كهذه سأعود إليك من آآه شكراً لكنا جميعاً شكراً لم يفوز بالمباراة لماذا هذا الهتاف لك؟ نعم أنت محق يا صديقي ما المثل فيهان؟ على أي حال في أحد الأيام سيعمل لدي أنا متأكد على مهلك هونغ اهدأ ماذا حدث لوجهك؟ هاجمتك قطة؟ هذا بسببك أنت تتباهى لكن وجهك لا يبدو وسيماً جداً أيضاً في خضم هذه المباريات الصعبة أخرج دونغ فانغ هونغ فيما هزمها شاو كون وهزمت شونغ يو تياو وفاز دياو على براواء لقد تم تحديد الفائزين الأربعة وأصبحت المسابقة أكثر تشويقاً ترى من الذي سيتأهل للنهائيات؟ لقد تم تحديد المتسابقين الأربعة المتأهلين للمرحلة التالية وهم دونغ وهال وتشونغ وديان هان ستزوجني يا أميري هان ستفوز بالتأكيد أيتها الأميرة من تشجعين؟ لما تريد أن تعرف لا أحتاج لإذن لتشجيعي أحد؟ أي كان من تشجعينه فسأشجعه أنا هان شاو هان شاو بحسب قوانين المسابقة يجب على المتنافسين الأربعة الباقين أن يندمجوا في مجموعتين هناك أربعة أرقام في هذا الصندوق واحد اثنان ثلاثة أربعة ومن يسحب رقمي واحد واثنين سيتواجهان ومن يسحب ثلاثة وأربعة سيفعلان المثل سأسحب الرقم الأول واحد من هو رقم اثنين؟ لماذا لا يمكنني النظر في عيني دونغ مباشرة؟ هل هذا يعني أنني خائف منه؟ لا لا يهنمني من سأواجه فأنا سأهزمه أنا رقم اثنين هذا رائع يا هان شاو لطالما انتظرت مباراة تكون فيها خصمي شكرا لك الشعور متبادل تم تحديد المباريات الآن هان ودونغ سيتواجهان معا شونغ ودياو كذلك الأم في عصر الغد سيخوض هان ودونغ المباراة الأولى ومن ثم ستجرى المباراة بين شونغ ودياو والفائزان سيتواجهان هان البطل هان البطل من سيتأهل للنهائيات؟ بحسب اعتقادي الشخصي سيكون نادياو ودونغ اللقاء سيكون بين هان ودونغ لماذا أشعر بالخوف الآن؟ مهارة دونغ ممتازة في القتال هل أنا بنفس مهارتي؟ تتدرب بشكل جيد ما الأمر تشو؟ للاحتفال بفوزك في الوصول إلى نهائي الأربع لقد أقمت ولي متلك لا أرغب في الأكل أرجو المعذرة اسمايا تشونغ نحن على وشكي أن نأكل طعاماً طعاماً ملكياً من المطبخ الإمبراطوري وإن رفضت هذا الأمر الرائع الذي صنعته تشو لك فأنت قاسل جداً لا أشعر برغبة في الأكل أبداً كل هذا التعب لأحضر لك أفضل الطعام ولا تريد حتى أن تجربه؟ حسناً سأغادر ولكن تشونغ أنا أريد أن أكل لا تنسيني تشونغ استمع إلي إن رفضت عرض تشو فأنت تظهر عدم احترامك لها هل فاهمت؟ ولكن ماذا عن آية؟ نعم صحيح أين هي؟ عادة ما يخرج الإيشان بمفرده ربما ذهبت للبحث عنه أنا جائع هل يمكننا أن نأكل أولاً ومن ثم نبحث عنها؟ أعرف أنك جائع لكن آية لا تعرف أحداً هنا وإذا ذهبت إلى أي مكان عادة تخبرنا بذلك لذا علينا ذهاب والبحث عنها ثم نأكل أعتقد أن تشونغ محق فلنبحث عن آية أولاً قبل الآكل أجل هيا بنا هيا أهي ناضي ألست جائعا يا آية؟ لما لا تأكلين شيئاً؟ لن أكل يا كوي مهما كانت خطاتك فلن تنجح على أي حال لا تستطيعين حتى إنقاذ نفسك فلما هذه التفاهم؟ تشونغ وبقية أصدقائي سينقذونني بالتأكيد أنا أنصحك بالتوقف عن أوهامك لن ترى تشونغ وبقية أصدقائك مرة أخرى وبعد أن أنتهي من هذه المسابقة سأعيدك إلى تايوان وأجمعك بقبيلتك ألا تودين هذا؟ يمكنني العثور على قبيلتي بنفسي لست بحاجة لوعدك الكاذب لكنك مخطئ تماماً أنا مجرد شخص لطيف ومحب للسلام أريد أن نعمل معاً لنصلح تايوان عد أنت وجيشك المزهج إلى هولندا لسنا بحاجة لكم حسناً سأحرص على أن ترى أفراد قبيلتك يموتون واحداً واحداً أين هو الوحش؟ أين قائدنا مسجول؟ أين المكان الذي يمكن للولونغ أن يخبع القائد فيه؟ قائدنا كبير وقوي ألا يمكنه الهروب بمفرده؟ إن كان بمقدور القائد أن يخرج بنفسه لما بحثنا عنه أصلاً؟ إنه منتصف الله، ما الذي تصرحون من أجله؟ أين أنت؟ عودي إلى المنزل لنأكل نريد أن ننام من التي تجرؤ على فعل هذا؟ من؟ أنا الأميرة هذا غريب، أين يمكن أن تكون؟ تشونغ، لما لا تذهب إلى المنزل لترتاح الآن؟ أمامك مباراة مع دياو غداً سأبحث مجدداً في كل مكان عن أياه إذا سمعت شيئاً عنها، أخبرني اتفقنا، أترك كل شيء لي يا تشونغ، لا تقلق بشيء جاء فقط هنا الآن أين ذهبت دوفورين؟ ربما ذهبت هي الأخرى للبحث عن مكان وجود قائدنا سأتناول قعقات اللحم التي جلبتها لدوفورين ولكن أين من الممكن أن تكون قد ذهبت؟ ربما كانت نائمة فقط؟ رأيت أحداً ينام وعينيه مفتوحتين؟ أحياناً أراك نائماً ومفتوح العينين أتره الناس الذين ينظرون إلي أثناء نوم انتظر سيدي، رأيتك بالصدفة لم أضربه بعد وهو يقاوى أرضاً بل أنا من فعل هذا؟ كيف عثرت علينا؟ لحقت بكم بالطابع وكيف تجرؤوا على اللحاق بنا؟ قل لي، ما هو العقاب مقابل أخذكم لجياو مني؟ أنت في منزلنا كيف تجرؤ على تهديدنا؟ سأريك الآن لقد عرانا كيف تجرؤوا على إيذاء شقيقي؟ تعالي إلى هنا، لن نصنع بها جياو، تعالي، لنذهب من أنت؟ ماذا؟ أنا شقيقك الأكبر شقيقي؟ أنا لا أعرفك كيف لا تعرفين من أنا؟ هذا أنا شقيقك دياو، هل نسيت؟ لا أعرفك ماذا؟ هل أذاك القراصنة؟ هل أخافوك؟ ما الذي فعلوه بك؟ ما خطبك؟ قولي شيئاً يا أختي ما الذي فعلوه لك؟ قولي لي، ها؟ لما لا تتحدثين؟ كفاك أسئلة لا يمكن للمسكينة أن تجيبك ما الذي فعلته بشقيقة الصغيرة؟ أخبريني لا حاجة لأن تتأثر كثيراً لقد أعطيتها شراباً خاصاً صنعته بنفسي وما هو هذا الشراب؟ جرعة فقدان الذاكرة كل من يشرب منه ينسى أي شيء يعرفه حتى الشقيق الكبير والعزيز سأقتلكم جميعاً حتى لو كانت لدي طريقة تجعل أختك تتذكرك أتعنينا أن لديك دواء مضاداً أعطنياً بالطبع سأعطيك الدواء المضاد يا عزيزي لكن بشرط واحد وما هو هذا الشرط؟ أعثر على مكان السيد جيونغ وإن فعلت هذا سأعطيك الدواء المضاد أنت عديمة الرحمة أنا فعلاً عديمة الرحمة شونغ برأي كنون سيفوز أعتقد أنه سيكون دونغ؟ هل تبدأ مباراة نهائي الأربعة الآن؟ هان وسيم جداً هان إلهي إلهي نحفوك 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 هل تعرف أيها الشاب؟ أنا معجب بك جداً إن كان هذا هو الحال فشكراً لك لو تدربت أكثر لكنت استحققت أن تكون منافساً هذه إهانة لا أحد يجرؤ على إهانة هان ما الذي تقوله؟ لم أقصد إهانتك كنت أقول الحقيقة تفقط لم أتي إلى هنا للتجادل معك والآن لندع المسابقة تبدأ بهذه القوة لن تستطيع أن تخترق جلد الحديدي أيات قوة هذه التي يمكنها أن تصد شفرات الحادة؟ هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حقاً يمكنك أن تنجح حالياً أنا لم أعرف أن هان شاء بهذه المهارة لدي الكثير من السيوف عليك أن تستعد الآن لهجومي يبدو أنه علي التوقف عن التساهل معك هذا مرعاً دونك سيظهر الآن مهاراته الحقيقية لقد حانت اللحظة الحاسمة آه 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 أتذكر ما قلته لك؟ لو تدربت أكثر لكنت استحققت أن تكون خصماً لي سأذيق كطام الهزيمة قريبا الفائز هو دونغ لقد ضمنا مكانا في المباراة النهائية المباراة التالية ستكون بين تشونغ ودياو والفائز في هذه المباراة سيكون الخصم في المباراة النهائية ضد دونغ ترى ما الذي تفعله أيا ولماذا لم يعد هونغ إلى هنا بعد يا تشو أنا قلقة جدا أيضا بعد مباراتك فلنذهب للبحث عنها لكن لماذا لم يحضر الدياو إلى هنا بعد هل توتر بحيث قرر أن لا يحضر؟ تشونغ يبدو بأنك فست دون قتال لا يا تشو لن أقبل هذا نوع من الانتصارات فلتبدأ المباراة الثانية تشونغ ودياو خذ موقعيكما من فضلكما أسألنا أيا أيا أريد القتال النسيحة أراك في النهائيات لا تخذلني أين دياو؟ هل حدث شيء أخره عن المباراة؟ ستبدأ المباراة الآن وإن لم يأتي للقتال فسيحرم من المشاركة لم يصل دياو بعد ما الذي أخره عن المباراة مع تشونغ ولإنقاذ شقيقته هل سينفذ ما طلبته دوفر من؟ في مغامرة الحلقة القادمة الاختيار كانت أيا لا تزال مسجونة ولا يمكنها أن تفعل أي شيء لإخبار تشونغ بخطة كوي وفي مواجهة الخطر الوشيك كانت أمام تشونغ ودياو مباراة مرهقة وفي تلك الأثناء كوي ودوفرين يتحركان في الظل ودون ملاحظة من أحد ومع انشغال الجميع كيف سيتطور الوضع الخطير فيما بعد؟ تابعونا